منذ يعني تقريبا ساعتين أو أقل كان المؤتمر الصحفي للأستاذ دياء رشوان اللي كان بيتكلم فيه عن نتائج الاجتماع الثاني النهاردة لمجلس أمناء الحوار الوطني النهاردة عقد الاجتماع واستمر أكتر من أربع خمس ساعات تقريبا وعقب الاجتماع المنصق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني أستاذ دياء رشوان عقد مؤتمر الصحفي اللي حضرتكم بتابعوا لقطات منه دلوقتي عشان يتكلم عن أو أعلم من خلال هذا المؤتمر النتائج لجلسة الحوار التانية النهاردة وأعقب ذلك طبعا بعد النتائج كان حوار مفتوح مع سادة الزملاء من الصحفيين ممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية يمكن ثلاث أمور تحدث بشأنها الأستاذ دياء رشوان كنتائج لاجتماع مجلس الأمناء النهاردة واحد منهم له علاقة بمباشرة أو تلات قضايا رئيسية في موضوع الحياة السياسية ده المحور السياسي اللي تم فيه الحديث عن تلات قضايا رئيسية اللي هي مباشرة الحقوق السياسية قانون المحليات وحقوق الإنسان إيه اللي ضار في هذا الأمر خلونا نعرف تفاصيل أكتر من هذا الفيديو التالي استقر رأي مجلس الأمناء وبالإجماع أيضا على أن تظل المحاور التلاتة المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي هي المحاور التي سيجري النقاش حولها وسيجري أيضا تقسيم اللجان الفرعية التي ستمارس أعمالها في ظل هذه العلمية التلاتة وبناء عليه اللجنة استعرضت أو بعد المجلس الأمناء بعد ما استعرض العرض اللي عمله مستشار محمود فوزي لعدد القضايا وعدد المتقدمين بيها ونوعيتهم ونوعية الآراء المجلس الأمناء انتهى أنه في المادة 18 بدأ بمناقشة فقط المحور السياسي اليوم المحور السياسي استغرق وقت طويل من التبادل وجهات النظر ولا أقول الخلاف لما يكن هناك اختلاف كبير كان هناك تباين في وجهات النظر من هنا وهناك لكن المحور السياسي حظي بالمناقشة الرئيسية اليوم واقترح مجلس الأمناء وقرر في هذا الإطار أنه هناك ثلاثة قضايا فرعية داخل المحور السياسي سيجري التعامل معها من خلال لجان فرعية القضية الأولى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية القضية الثانية المحليات قضية الثالثة حقوق الإنسان والحريات العامة إذن دي الملفات اللي هي علاقة بالمحور السياسي لزي ما أستاذ ديوار رشوان قال إنه المحور السياسي ده هو اللي خد أغلب الوقت في النقاش النهاردة وتقدروا تقروا من ما طرحه أستاذ ديوار رشوان إنه كان فيه تباين في وجهات النظر وده شيء طبيعي وشيء حميد مش طبيعي إنه كل الناس هتبقى بتفكر بنفس الطريقة وبتطرح نفس الطرح وفيه أولويات معينة هتلاقوا الناس متفقة عليها الطبيعي أن يكون يفيه اختلاف في وجهات النظر وده شيء حميد لأنه دائماً وأبداً الاختلاف هو اللي بيخلي الطرح يبقى أوسع الأفكار تبقى أكتر فنطلع إن شاء الله بأفضل نتيجة